اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان يمكن نتكلمنا مع حضراتكم في بداية الحلقة عن المؤتمر الصحفي العالمي اللي هتعمله النهاردة الحكومة علشان تعلم فيه عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية هي الخطط اللي بتعملها الدولة علشان يكون فيه جذب للاستثمارات المحلية وكمان الأجنبية وده جي تنفيذة لتكليفات سيادة الرئيس اللي أعلنها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية خلالنا نتكلم بشكل مفصل عن أهم الإجراءات اللي خدتها الدولة وإيه هي القطوات القادمة اللي بتشتغل عليها الدولة لتقليل أثار الأزمة وأيضا دازب مزيد من الاستثمارات مع ضيفنا أستاذ محمد شادي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفتر ودراسات الاستراتيجية سبع الخير عليك سبع الخير عليك برأيك كيف أدرت الدولة المصرية الأزمة الاقتصادية العالمية الموجودة وبكل تأكيد بتأثر على مصر سواء بداية من تدعيات فيروس كورونا اللي استمرت معنا سنتين ودلوقتي الأزمة الروسية الأوكرانية طيب هو أنا علشان الكلام ما يبقاش أكني منحاز للدرر المصرية نشوف تأديرات المؤسسات الدولية سواء مؤسسات تصنيف الاقتماني المؤسسات الدولية اللي بتدير الاقتصاد العالمي كله بتقول إيه على الدرر المصرية أو تواقبلاش حتى بتقول إيه علشان برضو ما يبقاش منحاز يعني كلينا أكتر يعني حيادية بشكل كبير جدا توقعاتها إيه للاقتصاد المصرية حضرتك هتلاقي إنه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات تصنيف الاقتماني بشكل عام خفضت بشكل كبير جدا توقعاتها النمو الاقتصادي اللي عند معظم دول العالمي ما عدا الدول اللي بتبيع يعني الطاقة سواء دول الخليج روسيا نرويج بس موسيا طبعا استثناء لأنها عندها الحرب يعني فحتلاقي عدد قلال جدا من الدول اللي هو اللي يستثني من خفض التوقعات بالنمو دوت منها مصر مصر ما زالت إلى يومنا هزا توقعات بتاعت النمو بتاعتها عند صندوق النقد الدولي 5 أو 6 من 10 في المية وده يعني عشان نفهم الناس ده معناه إن الاقتصاد المصري هيستمر في تحقيق توسع هيزيد الداخل بتاعه هيزيد إضافة القيمة اللي بيعملها هيزيد وده بالتالي معناه إنه الأزمة رغم إن إحنا من أكتر الدول الممكشفين عليها ومن أكتر الدول المفروض يعني نتأثر بيها إلا إن إحنا تأثرنا بالأزمة أولا جدا بسبب الإدارة الرشيدة لإقصاد المصري في الوقت ده وقبال حظك الإدارة الرشيدة دي مش معناها إن إحنا مش هنتأثر أو معناها إن إحنا ما تلقنا الصدمات لأ هنتلقص صدمات بس لأن إحنا يعني قريبين جدا من الأزمة عشان كده عطيك مثلاً تلاقي لو إحنا يعني حطين حلة رز على النار كده النار ممكن تكون زائدة جداً تحتها لكن لو الحلة نفسها كويسة الحلة دي بتتلقى النار عن الجوة يعني الرز اللي جوه دوت ما بتشيتش حتى لو إحنا رفعنا درجة الحرارة لو المعدى النفسه مش كويس الرز بيشيت بسرعة وده الفكرة كلها أنه هو رغم إن إحنا ممكن تكون مكشفين كبير بشكل أكبر يعني على الأزمة وعلى الصمة من الدول كتير جداً في العالم إلا إن إحنا التأثر عندنا أضعف يعني مثلاً بشكل بسيط خالص ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية أول إمبارح الرئيس الأمريكي كان بيقول إن إحنا التضخم انفلت فقدم السيطرة على التضخم وده معناه إن إحنا قدام وضع صعب جداً في الولايات المتحدة الأمريكية نفس الوضع العالم كله تابع من ثلاث أيام وزير التجارة الألمانية وبيعلن يعني عن إنه جماعة أبدأوا هنفكر نخزن منتجات سواء أدوية أو أطعمة لمدة عشر تيام عشان نتلقى الأزمة ونتفادها ما سمعناش حاجات زي دي عن مصر مع إن مصر بتستورد يعني أكتر من 80% من الجلال بتاعتها ومن الأمح بتاعتها من أوكرانيا وروسيا يعني اللي تيمنع بعض ومش بس كده معايد إحنا كنا نستورد صفل الطاقة وده معناه إن إحنا كنا منكشفين بشكل كبير جداً على الأزمة إلا إنها أصرنا أقل بها عكس عدد كبير جداً من الدول اللي هي مش منكشفة بنفس حجمنا لكن تأصر بشكل أكبر وده الفارق هنا هو الإدارة والإدارة عندنا يعني قدرت تعمل دوت لأنها زي ما يعني حضراتكم قلتوا دلوقتي إن إحنا تمارسنا على إدارة الأزمات إحنا من أول لما الإدارة دي جابت من أول 2014 هي أصلاً جاب ظل أزمة أزمة سيولة في الشارع أزمة هروب للاستثمارات أزمة عدم وجود سياحة أزمة أمنية كبيرة جداً الإدارة قدرتها كويس وقدرت تخرج منها خرجنا منها على الأزمة الحرب التجارية الصينية الأمريكية وبرضو قدرتها نخرج منها خرجنا من دوت على كورونا وقدرت الإدارة تتمرس معها وأخذت نهج ما كانش موجود في العالم كله اللي هو تسيب الاقتصاد مفتوح في نفس الوقت يعني توازن مع الصحة يعني وخرجنا منها الأزمة الدورة الفائقة اللي رفع الأسعار السعر الأساسية بشكل كبير جداً وقدرت برضو تطمن برضو فالإدارة مع تراكم الخبرات اللي حصل عندها بقت قادرة أنها تدير الأزمة بشكل كويس جداً معها بقى نواتج الإصلاح الاقتصادي اللي حصلت من أول 2016 إلى 2019 اللي خلت الاقتصاد المصري هيكلة تبقى أقوى وتقدر تتحمل الصدمة بشكل أكبر طيب توقعاتك لماذا ستتعلق عنها الحكومة النهاردة في المؤتمر؟ بداية يعني أول حاجة واللي وجهه للرئيس بشكل كبير جداً إتاحة قدر أكبر من المساحة للاقتصاد للقطاع الخاص وده أول حاجة المفروض يعني الحكومة تعملها وأول حاجة المفروض نتبعها لأنه زم حضرتك عارف القطاع الخاص هو اللي بيضلع بعبء التنمية أو اللي بيتحمل عبء التنمية في العالم كله الحكومة تدخلها في الحياة الاقتصادية بيبقى يا إما استثنائي يا إما للرشيد في العموم يعني لكن الدولة دخلت عندنا في إدارة الاقتصاد وتوسقت في عمل المشروعات وكلام ده لأنه إحنا كان عندنا في إحجام للقطاع الخاص مع بداية وجود الإدارة دي في ظل الأحوال السياسية في تخوف في البداية بس كده طبعا عندي تخوف عندي معدلات اقتصادية أو مؤشرات اقتصادية متراجعة للغاية عندي معدلات بطالة مرتفعة عند 14% معدلات نمو منخفضة للغاية عند 2.5% معدلات تدخم راحة لأنها تروح لمعدلات الركود مفيش استهلاكنا كبير جدا من مواد الطاقة مفيش مجزون احتياط نائدي كبير يقدر يدير الموضوع فكانت لازم الدولة تتدخل بنفسها علشان تقدر تدفع معدلات النمو دي عن طريق المشروعات القومية اللي حصلت وبعد لما الدولة خلصت دورها الدولة أصلا رئيس لو حضراتكم فاكرين كان أعلم في أحد مؤتمرات الشباب كده أنه هو مش بس يعني شركات الحكومة لا ده حتى شركات القوات المسلحة اللي هي أكتر خصوصية والمفروض أنها بتتمتع يعني بوضع يعني خاص داخل الاقتصاد المصري لأن هي واحدة من عامل الأمن القومي حتى لأنها معتلقة بالقوات المسلحة الرئيس ألا أنه هو هيعرضها في البورصة وهيتيح عليه لأنه النجاحات اللي حققتها شركات الحكومة بشكل عام وشركات القوات المسلحة بشكل خاص دلوقتي المفروض القطاع الخاص سفيد منها وعشان كده الناس كانت بتشتك يا جماعة سيبوا لنا مجال نشتغل طيب مش بس هسيب لك مجال في المستقبل لا والماضي اللي انت ما شاركتش فيه رغم انك كنت متخوف نتيجة تبقى قدامك وممكن تستفيد منها عن طريق عرض الشركات لحققت النجاحات وحققت أرباح ضخمة جدا وخذت حصة كبيرا من السوق ادخل شارك فيها واشتغل فيها فده أول حاجة المفروض تحصد إتاحة مزيب من الحصص والشركات لإقتال خاص الحاجة التانية إعادة إصلاحات بقى للمؤسسات اللي بتدير الاقتصاد المصري سواء السوق المال يعني عن طريق البورصة وده فيه اتجاه واضح جدا ليه وده أول حاجة الحاجة التانية إصلاح بقى المؤسسات اللي بتدبط السوق حضرك عارف إنه الرأس المالية عموما عندها ميزة كبيرة جدا إن هي بتطور الشركات بتخلي التنافسية اللي حصلة في السوق بتطور الشركات بتخلي الشركات تعمل بحث علمي أكتر تطور منتجاتها أكتر تدور على وسائل تقلل بيها التكلفة السعرية وهكذا اللي حصل عندنا في مصر إن احنا عندنا رأس مالية لكن عندنا غياب للأدوات للتدبط يعني مثلا حدثت تابعنا بشكل كبير جدا يعني لما إيلون ماسك اللي هو رئيس شركة تيسلا تلعب في السوق عن طريق إنه قال إن أنا هبيعي تيسلا أو إن أنا هحتفظ به بيتكوينز في محفظاتها وكده حصل تحرق على سعر الشركة دخلت هيئة حماية السوق وعجبته وغرامته وغرامة كبيرة جدا إحنا عندنا الأجهزة بتاعة ضبط السوق زي مثلا جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المنافسة ومال الممارسات الاحتكالية جهاز حماية الإجراء الأجهزة دي موجودة لكن دورها قليل جدا بسبب إنها أصلا اتعملت وتصغط قوانينها في ظل الوقت كان فيه يعني تقارب بشكل كبير جدا بين المال والسلط بالتالي كان يعني ما خرجتش فعالة بشكل كبير ويعني شوفنا مثلا واحدة من أسوأ الحاجات اللي حصلت في صفقة اندماج واحدة يعني أو استحواز واحدة من شركات النقل على الطبقات الإلكترونية يعني على الشركة التانية والسوق بقى عامل إزاي بعد لما الشركة التانية خرجت فبالتالي بس جهاز حماية المنافسة اتدخل في التوقيت ده لا ما قدرش يوقف الصفقة لأن القانون كان بيمنعه إن هو يوقف دلوقتي الحكومة بتعدل القانون بتاع جهاز حماية المنافسة علشان يبقى لازم الأول أخذ إذن الجهاز يعني الجهاز كان قبل كده يختر بالصفقة دلوقتي بقى يختر قبل الصفقة ولازم موافقته عليها وده التعدلات للحكومة بتعمل عددك حتى في فترة إدخل جهاز حماية المستالك ظهر بشكل كبير جدا مثلا في موضوع الأوفر برايز بتاع السيارات بتاع وضع التسعيل عليها الدولة عاوزة ترجع ترجع الجهزة حماية السوق دي علشان تحمل منافسة جوه السوق وتحمل المستالك نفسه وتخليه عنده طبقات من الحماية قدام المنتج اللي بيحتكل السوق أصلا فبالتالي يحصل عندنا يعني تثبيت للسوق بحيث أنه نسمح إحنا مش بنزبط السوق عشان المستالك يستريح بس لأ ده عشان كمان نسمح بدخول منتجين تانين ومستثمرين تانين إلا حضرتك لو في حد مؤتكر مثلا لي مثلا صناعة الأمصان اللي هيجي يدخل لنفسه في السوق ده هيتعمل تكلفة كبيرة جدا عشان ياخد حصة طب لو الموضوع منفتح والموضوع فيه مفيش فيه اتكار هيبقى تكلفة دخول المستثمر أقل بشكل كبير وعلشان كده إحنا عاوزين نجذب استثمرات يبقى لازم نتماهد السوق ونسهل طيب أستاذ محمد نتكلم عن أولويات منتخذي القرار في الفترة اللي جاية وإحنا يعني يعني على كل واجه الأزمة الروسية الأوكرانية وتدعياتها هل إحنا بنكلم على ترشيد استهلاك هل بنكلم على جذب مزيد من الاستثمرات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي بنكلم على تشجيع المنتج المصري والتسهيل على الناس وعلى المصانع ايه هي الأولويات هو الأولويات الأولى إتاحة السلعة نفسها لأنه حدتك عارفة أن التحدي الاقتصادي بيتدرق كده يعني بدرجات الدرجة الأولى أنه يكون السلعة لعنى مرتفعة للسلعة ودعنا متعرض لي وعنى كلهم متعرض لي تلك المتحدة الاتحدي التاني أن التاجر الوسيط ما يكونش عنده السلعة يعني المنتج عملها ومش قادر توصل للتاجر الوسيط الحاجة التالتة أن المصنع نفسه مش قادر يصنع السلعة مش قادر يحول المادة الخام إلى منتج التحدي الأفضع والأكبر والمستوى الرابع من التحديات إن المادة الخام نفسها ما طلعتش وهي ده التحدي الموجود دلوقتي في العالم التحدي الكبير جداً لوجه العالم إنه المواد الخام مش موجودة سواء المعادن سواء الطاقة نفسها سواء الغلال والحبوب يعني مش موجودة بسبب اللي بحصل فيه الحرب زي ما حدتك عارف إنه الحرب جاية على منطقة كبيرة جداً من مناطق زراعة الأمح ففي عدد كبير جداً من الأراضي اللي بتتزرع يعني مساحة كبيرة جداً أراضي اللي بتتزرع ما زرعتش حاجة تانية المواطنين اللي بزرعوا الفلاحين اللي بزرعوا الأرض دي اتخجروا فالمنتج نفسه بطلع قليل التالت حاجة بقى إن المنتج نفسه لو طلع مش قادر يوصل للسوق بسبب الحصار اللي حصل على المواني وبسبب العقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي المواني الاوكرانية والاقتصاد الروسي نفسهم بسبب العقوبات أو بسبب الحصار اللي روسي عملها على المواني الاوكرانية فبالتالي تحدي كبير جداً دلوقتي نحن نوفر السلع وعشان كده جاء تصريح الوزارة التجارة الألمانية إن هي عاوزين نخزن سلع لأنه ممكن في المستقبل ما يبقاش السلع مش موجودة مش عافية توسط فالأولوية الأولى نحن نوفر السلع دي أول حاجة الحاجة التانية إنه نوفر الفلوس اللي تشتري السلع فأنا دلوقتي فيه سلع لو إحنا قدرنا السلع موجودة في السوق بس ألاش مع الفلوس أشتريها فده ده تحدي كبير جداً فالفلوس دي بتيجي منين؟ بتيجي إحنا عندنا تطفقات النقد الأجنبي في مصر خمس مساطر المصدر الأول هو تحولات المصريين دلوقتي بقى لسلسانة على التوالي تحولات المصريين في الخارج دي رقم واحد دلوقتي وده وصل السنة دي لقى 30 مليار دولار ويمكن تزيد في المستقبل كمان ليه؟ لأنه الاقتصاد المصري بقى قادر يعوض المصريين عن تعبهم قبل كده حدثك عرفت أن الدلوق كان متثبت عن 8 جنيه للجنيه فده تمت أولاد جداً من تحرير سعر الصرف طبعاً لما حررنا سعر الصرف المصريين في الخارج بقى حاسين أنه أنا بحاول دلوقات باخد مقابلها إيما عادلة للدلوق بالتالي بقى فيه تشجيع بقى فيه أكتر حماسة أن أحاول وطبعاً مع المرة الأخيرة من خفض سعر الجنيه بقى الموضوع أكتر عشان كده تحولات المصريين الخارج زادة رغم أن فيه أزمة عالمية لأنه بقى السعر هيجيب أكتر دي أول حاجة الحاجة الثانية السياحة ودي متأثرة طبعاً لا نجيبهم بقى بالترتيب الاستثمارات الصدرات المصرية وديه طبعاً متأثرة بشكل كبير جداً بسبب الأزمة التي تحصل في العالم لكن الحمد لله عندنا أنواع من الصدرات زايدة مثلاً صدرات الألجزية صدرات البترول لكن ما زال الفرق كبير لأننا بنستورد أكثر ما بنصدر لكن ده واحدة من المصادر للنقض الأجنبي جايبها 30 مليار دولار السنة اللي فاتت وده يعني نوع بيتعرض للغطأ بس موجود معانا تالت حاجة السياحة وده طبعاً متعرضة لصبمة كبيرة جداً كان بتجيب 12 مليار دولار في العادي بقت السنة اللي فاتت دي جايبة حوالي 4-5 مليار دولار تحت الضغط بالذات يعني السنة اللي احنا الأقصر لمتفاقين بولينها تصل 8 مليار بسبب أصلاً الدولتين المصادرين الأساسيين للسياح هما روسيا وأوكرانيا عندهم ضغوط يعني وبالتالي هنتقصر بشكل كبير تالت حاجة قناة السويس وده واحدة من المصادر اللي زايدة بسبب أن الأزمة العالمية معاليها أسعار النفط وبالتالي السفن بقت مضطرة تعد في القناة بشكل أكبر قناة السويس رفعت الرسوم زي ما بحصل في العالم كله يعني وبالتالي جايبة الرقم الأعلى في تاريخها على الإطلاق 6 وكسر مليار دولار وعندنا الإساسمارات الأجنبية المباشرة وده اللي متعرضة سواء أصد الإساسمارات بشكل عام الأجنبية يعني سواء مباشرة أو جير مباشرة وده متعرضة لضغط كبير جداً بسبب يعني أنه فيه نزوح من الأسواق النامية إلى الأسواق المتقدمة يعني بسبب رفع السعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية عشان كده الدولة بالنحية تانية بتحاول تعلي للسعرات الأجنبية المباشرة في المصانع ووصول بتاعت الحكومة اللي أسعارها انخفضت دلوقتي بسبب انخفاض سعر الجنيه فدلوقتي حضرتك وتممكن تدخل تشتري مصنع مثلاً مثلاً نقول إيه بمئة ألف جنيه لما كان سعر الدولار لما كان سعر الجنيه عشرة دولار مثلاً دلوقتي لما وصل انخفض سعر الجنيه سعر الدولار زاد فبقيت حضرتك قدرة تشتري نفس الأصل بمئة ألف جنيه بعد تقلم الدولار مثلاً 80 دولار فده يشجع جداً لسعر الأجنبية حضرتك بقى زبطي الهيكل وزبطي الصورة اللي هيشتغل فيها المستثمر دوت المستثمر هيج ببقى متشجع جداً لأنه هيشتري أصل بتابعاً أرخص أصل كسبان عنده حصة في السوق المنفسة معها قليلة وفي نفس الوقت هيشتري بتابعاً أرخص بالتالي ده وقت إن إحنا نتوسع فيه بيع الأصول المصريحة الكسبانة خاصة بقى في القطاعات المتعلقة بالأزمة زي قطاع البتروكيماوية وقطاع الأجزاء عظيم طيب أستاذ محمد إزاي دولة دعمت حركة الاستيراد وتصدير خلال الفترة اللي فاتت وزي ما أنت قلت كان فيه خلل في الميزان التجاري ما بين الاستيراد وتصدير هو الدولة مش دعم الدولة رشدت موضوع الاستيراد إحنا كان عندنا يعني وما زال يبقى عندنا حاجة اسمها الاستيراد الجائر إيه اللي هو الاستيراد الجائر إنه أنا بستورد أي حاجة عاوزها والاستيراد ده ممكن يكون لمواد طرفية للغاية لكن إننا في سوق رأس المالية اللي عاوز استورد يستورد طالما أنت حققت شهورك الاستيراد ده استورد زي ما تحب المشكلة إنه عندنا مشكلتين أسيتين المشكلة أولا أن إحنا ما عندناش معايير ضبطة لموضوع الاستيراد يعني المعايير اللي بتستورد بها زي ما تقولو كده مقاييس الجودة المصرية أقل بكتير جدا من مقاييس الجودة اللي في العالم كل وبالتالي ده سمح بدخول منتجات يعني أقل ما يوكل عنها نعم الصالحة الاستلدام أو يعني هتفسب بعد ثمان قلي فالرئيس زي ما حدتك شفت كده كان في مره من المرات قال أعنا إن إحنا هنخلي معايير الجودة بتاع مصر زي معايير الجودة الربي مش هنسمح بدخول أقل من كده وبالتالي ده يضبط لستراب بشكل كبير جدا لأنه السلع الأغراض السوق بتمن قليل ونفسة المنتج المصري في المنطقة دي وكانت كمان يعني يعني صعبة للغاية في إن هي بتخلي المستهلك المصر نفسه تضر بشكل كبير لأنه كان عندنا يعني يعني ضرر يعني اللي هو إيه أنا دلوقتي بشتري مثلا تلفزيون المفروض يقعب معي سنتين تلاتة التلفزيون ده أنا بجيبه بثمان أقل بس وقت شهرين تلاتة فأنا أكيد أخسرت المستالك خسر في استخدامه فبالتالي النوء الأول ده الدولة عملت عملت رفعت المقاييس الجودة رفعت المعايير بتاعتها علشان تقلل الاستراد اللي مش من النوع ده تاني حاجة إحنا دلوقتي في أزمة عندنا ضغوط على المجزون الدولاري بتاعنا كانت لازم الدولة ترشد حركة الاستراد بحيث أن نستورد بالذات المدخلات اللي ممكن تقلل العبق على المستالكين زي بقى المدخلات الصناعة زمن الرئيس يعني كان من يومين بالضبط دخل يعني قال إن إحنا أجماع إحنا نحاول نرشد الموضوع كله لكن بالنسبة بقى المدخلات الانتاج والمدخلات الوسيطة إحنا نتجاوزها دلوقتي هنعيد تنظيمها في المستقبل بس عشان الأزمة حالة وضخمة جدا هنتجاوز الموضوع دلوقتي عشان نقلل الأسعار المستالكين ونقلل حرف تضخم اللي حصل كده فالدولة تتحرك على أكتر من جزء علشان تحاول تعدل بسؤولة حضر ركو علشان تدخل استثمار أجنبي مباشر فيه بشكل متوازن ومتوازن لإدارة الأزمة الحالية بشكو حليك شكرا جزيلا أستاذ محمد شادي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا على وجودك معي شكرا